احبائي اهلا بيكم في حلقة جديدة من برناميكم مدرب حياة مسيحية سؤال حلو خالص ومكرر واعتقد ان كلنا بنعاني ان الموضوع ده ازاي امسك نفسي عن الغضب سؤال جميل جدا جدا ازاي امسك نفسي عن الغضب اقولك استراتيجية حلوة جدا تعلمناها في تنمية البشرية بيجيب نتاجة حلوة جدا الغضب بيؤدي الى مشاعر غير ايجابية بتزعرب بنا مننا بتخلينا نفق الطاقة على الفاضي مش بتحل المشكلة بتزود المشكلة اكتر وتأثر في حالتنا الصحية كل ده بيعملو الغضب تخيل كل ده بيعملو الغضب غير البرمجة اللي انت برمج بيها نفسك انا انسان غضوب انا انسان ننفذ انا عصبي انا كده الوحش اقوله وحش قدام وكل الكلمات اللي انت بتقولها باستمرار انا مشوفش غير الحاجة الغلط كل الكلمات الجمل الغلط اللي انت بتعملها بتدي امر العقل الباطن انه يخليك تسلوك بهذا السلوك وطبعا انت وعارف انا متأكد انك شفت ناس الغضب عمل فيهم ايه في صحيتهم وفي حياتهم وفي قصارهم وفي قرارات حياتهم وحاجات كتير جدا المشكلة في الانسان ايه بص انه بيكون في فعل ورد فعل مباشرة لما يكون في فعل ورد فعل مباشرة غالبا بندم ليه؟ لان انا بتسلم لمشاعري واحسيسي وباخد قرار بسرعة من الصح وتغلط في الكلمات وبصت لان انك تتزوجت المشكلة مشكلة وما لتعمل ايه؟ اعمل فصل ما بين المشكلة مع بين الفعل ورد الفعل ففي حاجة في التنمية المشكلة حلوة جدا يقول لك ايه؟ عد خمسة بس بالمشألب يعني دوقتي انت متدائم من موقف معين او متنرفس في حاجة معينة ادي لنفسك فرصة عد بس خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد لما تعد اللي بيحصل في العقل واتبسوط بين الكلام ده ان العقل بيبقى في مرحلة حيادية زي بالظبط انت كنت تسائل عربية وعايز تمشي مسأل من التاني للتالت فلازم تمور العربية الاول فيوصل للمرحلة حيادية يقدر بعد كده يفكر بطريقة صح منك انت تتنرفس مباشرة فانت عد خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد صفر وبعدين يبتدي يفكر في حاجة ايجابية خلي فيه فترة ما بين الفعل ورد الفعل ما يبقاش ان الولد عمل حاجة غلط وبرد الفعل مباشرة لا استنى عد من الخمسة لغاية صفر وبتدي ايه ده اتنفس خد رد فعل مختلف بلاش رد الفعل السريع الغضب يؤدي الى ايه مشاكل كتيرة جدا منها مشاكل صحية وحاجات في علاقة بربنا ومش هيحل المشكلة هيزود المشكلة مشكلة اعمل التمريد ده وجربه هتلاقي بيجيب نتائج حلوة جدا جدا في حياتك خليك هادي برمج نفسك من اول جديد انا هادي انا قزين انا بفكر بهدوء انا عائل غير الجمل اللي بتقولها لنفسك عن نفسك باستمرار عشان تتغير سلوكياتك بعد كده اشكرك السؤال الجميل ده ونشوفكم الحلقة جاءة ان شاء الله اشتركوا في القناة